برعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة اليونسيف نظمت إدارة التطعيمات بمكتب الخدمات الصحية الزاوية الغرب ورشة تدريب المطاعمين على الدائرة الباردة والإدارة الفعالة للطعوم وشارك في الدورة التدريبية نحو 72 متدرباً على مستوى البلدية مقسمين إلى ثلاثة مجموعات كل مجموعة استمر تدريبها مدة ثلاثة أيام متتالية بقاعة بلدية الزاوية الغرب دورة تدريبية للرفع من كفاءة المطاعمين والمطاعمات ومشرفي الحرقة الباردة وسلسلة التبريد داخل بلدية الزاوية الغرب وهذه الدورة التدريبية الغاية والغرض منها الرفع كفاءة العاملين وطبعاً نقسمناها نحن يخذينا 72 عنصر في البلدية مقسمين إلى ثلاثة مجموعات كل مجموعة تضم 24 متدرب وتمحورت الدورة حول التعريف ببرنامج التطعيمات ضد كورونا ومفهوم إدارة اللقاحات وسلسلة التبريد والوسائل المستخدمة لمراقبة السلسلة وحساسية الطعوم للحرارة والتجميد ورشة العمل للمطاعمات بلدية الزاوية الغرب المحرارات منذ ثلاثة أيام ستكون متتالية للتعريف أو رفع كفاءة هذه المطاعمات والمشرفين على السلسلة الباردة والتطعيم داخل البلدية من حيث وجود التلاجات الخاصة بالتطعيم نفس الوقت أليت النقل أليت الجلس التطعيم سيكون فيها رفع كفاءة لكل العاملين بهذا البرنامج خلال هذه الأيام الثلاثة بإذن الله تعالى وتهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة العناصر الطبية في مجال التطعيمات والتحصينات والحلقة الباردة والإدارة الفعالة للطعوم حيث يتم تدريب المطاعمين من شقين نظري والعملي حول كيفية تخزين الطعوم بالحلقة الباردة وكيفية قراءة المؤشر الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر